دشنا فرع جمعية الهلال الأحمر اليمني بمحافظة شبوة عملية صرف الحوالات النقدية للفئات المستهدفة في مديريات بيحان الثلاث في إطار مشروع المساعدات النقدية الممول من اللقنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون والشراكة مع جمعية الهلال الأحمر اليمني وبحضور مدير عام بيحان محمد الفاطمي وأكد المدير التنفيذي لفرع جمعية الهلال بشبوة عواض الحامد استفادت أربعة آلاف وتسعمائة وثمانية وأربعين أسرة في مديريات بيحان وعسيلان وعين من حوالات المشروع مشيدا بالتدخلات النقدية لللقنة الدولية للصليب الأحمر ومؤكدا على أهميتها للمستفيدين ووصولها في الوقت المناسب لافتا بدورها في توفير احتياجاتهم الأساسية لشهر رمضان الكريم وتخفيف عب متطلباته الكبيرة